نازلين فرقة كودفار نازلوا في حماية في دهراء في سند جي رقم واحد بس ما يجي فرق ما انا هقولك بس لا 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 هقولك بقى السند ان انت لما دخل في الجون هو دخل في ال في ال في اخر حاجة يعني في ال ديها مسلا اه حاجة وتمين لا جون الاولاني بتاع نجاريا لغاية الجون المبارسة جال بين الاتنين بس من الشكل كده الاخطر كودفار ونسبة الاستحواز اعلى بكتير لا ده الاستحواز ده بعد الهدف في بداية الشوت التاني ده غلطة الراجل بقى اللي قاعد اللي هو اسمه بسيره ده غلطته بقى لان انت رجعت ليه هو طبيعي كسبان في وسط مثلا ستين سبعين الف متفرج فهو قال لك ايه اقفل بقى دفاعتي انا حققت الهدف وجبت جون ماشي فد حتة الاستحواز من اول الشوت التاني حتى احنا واحنا عاديين في اول دقيقتين تلاتة في كم فرصة ضاعت قلتلك لو الفرقة دي جابت جون دلوقتي هتكسب وهتكسب مكسب كويس واخد بلد فهو تراجع بس ده من اللعيبة بس هو كان لازم يقوم على القط ويكلم اللعيبة ارجع تاني وهاجم تاني احنا في الشوت الاولاني كان اللي بقولك المبارسة جاء الهجمة هنا وهجمة هنا اللعبة بتحصل في نص الملعب بعد كده بتروح على التمنتاشر ده يعني ما كانش الخطورة اللي هو ايه ده مبارانة هائية بمجرد ما جابوا الجون ودخلوا بيني الطايمين نزلت فرقة غير الفرقة بتاعت الشوت الاولاني ليه بقى حاسين بجماهيرهم طبعا ممكن يكون الراجل يتكلم معهم هو مغيرش هي نفس اللعيبة بس هو ايه دخل يتكلم كلمتين ممكن يقولهم الجماهير دي هاجد عمش هدخلينا نروح البيوت لازم نكسر ما هو برضه كابتا لو كانوا اتغلبهم لا بس اقولك على حاجة الناس كانوا قصة ميتين ماشي بس هو يعني على اقل هيقولك احنا كنا خلاص طلعين ماشي بس اقولك على حاجة حتى لو خرجوا الناس دي شابوه ايه ما انا بقولك شابوه واخد بالك يعني حتى لو النهاردة خسلوا البطولة على ملعبهم هم عملوا اللي عليهم مش زيادة والتوفيق بتاع ربنا بقى بس الشوت التاني اوحى لنا ان هم هيهدفوا من البداية دا قطين مستحوزين بيروشوا هم الأخطر مش شفناش نجيريا الشوت التاني خالص واخد بالك ما فيش اي انياب ولا خطورة ولا تقول لا دا ممكن من هجمة مرتدة لا دخل فيه مجون وتعادلوا نفس الكلام برضو موجودين كودفار هي اللي مستحوزها هي اللي بتروح هي اللي بتضيع فهنا انا بتكلم بقى في حاجة الحاجة ايه بقى بعد البطولة دي هو جوارديولا ولم الليلة يعني انت شفت مدربين بسيرو شفت مش عارف بتاعنا اللي هو اللي ماشي تابع اللي منه لله واخد بالك وشفت بقى كم مدرب اللي ماسك جنوب افريقيا وبيوظف فيرسي توقع واخد الكرة مش اسماية الكرة شفت انت فرق كاب فيردي شفت الكرة اللي هي بتلعبه وعشان كده انا اسألك انت عارف ان دي بطولة هو مدرب وطني بياخدها للمنتخب كودفار قبلها اليو سي سي مدرب وطني للمنتخب السنيالي وقبل كده كابتن حسن شحاتا كان مدرب وطني خدها ثلاث مرات اربعة جمال بالماضي مع الجزائر المدربين الوطنيين هم اللي بيحصدوا البطولة مع متخبات بلادهم في بطولة امه افريقية كده هل كان ممكن اتحد الكرة انتبه لحاجة زي كده ويشوف شكلنا في بطولة الامه افريقية وخطوة حسام حسن دي كانت تبقى واحنا شكلنا واحنا كده احنا خلاص احنا توقعنا ان احنا اداءنا هنخرج صح؟ كلنا قلنا هنخرج كانت ممكن تبقى كده؟ كانت ممكن يبقى في الانقاذ ما يمكن انقاذه؟ ده يبقى اثناء البطولة؟ لا طبعا انت لو جبت جوارديولة ولا عشان هما كانوا في بلدهم اصدر لو جبت جوارديولة ليه؟ لانك الاختيارات بتاعتك فيها ظلم فيها مجمالات فربنا مش يكرمك الكلام ده انت عارف اقولك على حاجة هما كسبوا البطولة ليه؟ عشان عندهم العدل العدل بين اللي كان بيقعد ناس برا اساسين راجل كان بيلعبهم ده المدرب الاجناب اللي ميشي لما هو ميشي عمل 3 ا4 تغييرات في الفرقة نشاطة الدنيا بدليل الراجل الثمانية اللي هو جاب الجون الاولان النهاردة فرانك سي ايام الراجل ما كانش بيلعب يعني ما كانش بيلعب ده اعتمد عليه ده من احسن اللعيبة اللي هي يعني بيفكرني بيفكرني بأكوش كورته ده عندهم كمان سكة ده يعني بيمسكوا كورة ما عندهمش استعجال حتى لما دخل فيهم جون هم حاسين ان انت هيجيبوا جون في اي وقت يعني انت شفت حتى الجون اللي جابه هيلر شفت حطها زي هلر يعني هلر ده حطها بالسرزاة يعني حتى لأ الطبيعي يا فاروق يا بص الحاجات دي ما بيمناش ده طبيعي انها تروح كده يا فاروق يعني ها تروح يعني ها تروح في دجاعي مش ترجله بحيس انها ما تخبط تيجي مش ترجله ويجي مع الكورة ربنا راي تعرف ان اللعب ده كان عنده كانسر كابتل لا بالله ده برضو من الحاجات اللي كسبتهم البطولة ايو ما انا بقولك من الحاجات اللي كسبتهم بس هي برضو كورة عايزاهم حباهم البطولة بتاعتهم طب اسأل كابتل نعبود ده بياخد رأيه في السؤال اللي اسألتم تفضل كان ممكن انتبت هذه الكورة ويعمل حاجة زي كده كابتل تعيين مدير فني ما احنا خلاص شايفين اللي هيحصل مكانش يحصل حاجة يا فاروق لان فيه رغمات فنية لان فيه لعيبة كان فقدة السكر انت قلت لي لا ما ينفعش انا لا انا بكلمك على الفرقة بتاعة كود بورق حلهم غير حلنا كمل يا محمود وانا هبكى لا ارجعها هرجع لك تاني كانت خلاص خلاصة طيب محدش عندنا يجرؤ يعمل الكلام ده لما تيجي من عند ربنا لان قرار اصدق احنا قبل ما يجيبه فيتوريا احنا عملين نقول ايه حسام حسن قبل ما يجيبه اقاب جلال بنقول مين حسام حسن قبل ما يجيبه كابتن حسام البدري كنا بنقول ايه حسام حسن صح طب دلوقتي يبقى احنا وجهة نظرنا من اربع سنين كانت صح لو انت جبت بقى حسام حسن في الفترة دي والله والله احنا خسرنا ثلاث بطولات على ايد كيروش صح مش هو اللي جيب من بعد حسام حسن اقل حاجة نجب لك بطولة اصدق كابتن حسام البدري لو جبت انت بقى بعد ما كابتن حسام ماشي جبت حسام حسن التلاث بطولات دي كنت اقل حاجة تاخد بطولة يا توصل كاسعالم يا تاخد افريقيا يا ايه ما تاخد بطولة العربية صح لا هما هما ما يقدروش ياخدوا القرار دا ان من الاخر في مصلحة ايه هي المصلحة امعرفش حد بقى يطلع يقول لنا ايه المصلحة كابتنة بالدهب بقى